اشتركوا في القناة عندها كان برنامج اسمه طلقة عالطريق طبعا المستمعين بتوحها عرفوا هي مين وبعدين عملت حاجة صفحة كده اسمها الستات او الست المتوحشة ما تعلقش اي حاجة دلوقتي عشان عارفك ان انت متوحشة وبعد كده عملت برنامج على 90 ساعين هو كله على 90 ساعين اسمه افصل واسمع سالي عبدالسلام دخل انا شفتها مرتين في التليفزيون كانت ضيفة لكن لما دخلت علي لقيت ما شاء الله طول وشوية عرض شكلات تليفزيوني خالص فانبهرت وبسطلها قوي كده قلت لها انت كم سانتي طولك كم سانتي قالت لي انا مية خمسة وسبعين قلت لها انا مية خمسة وستين الحقيقة من الاخر كده يعني سالي تليفزيونية اكتر ما هي ازاعية سالي انتي مكسرة الدنيا شكرا على الراديو انا عايزة اشكرك الاول عن مقدمة الحلوة دي بعدين انا كسفت حتى لماذا ما قلتش حاجة كسفت وانا داخل اقولك يا ماما نجوة يعني ليه؟ لو كل ديها تقولي تقول الزغنانة دي يا ماما كل ديها كل ديها كسفتك يا رتا انا عايزة اقولك يا ماما نجوة كنت متفرج وبتاع رح تسكت تقولك يا نونو مش هقدر اقول حاجة تانية يا نونو اي انا مامتي نفسها بتقولي لو قلت مامي مش ارد عليك مامي برضو 165 والله تب اشعرفك ان انا فعلا نونو لأ انت بيقولك يا نونو انا قلت لا ادلع وخلاص اجرب انا شفتك قبل كده عايزة الاول اقول والله وكنت لسه بحكيلك حتى الموقف اقولك انا مش مصدق انه في تواضع وحلاوة كده انا شفتك قبل كده في الشارع وطبعا انبهارنا كنت انا وثلاثة اصحابي بقى في الزمالك فايه ده مو نجوة ايوه 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 احنا جارين ما تنزلوش ما تنزلوش راح تجاي مسلم علينا وماشي اصلا كنت واحدة بس في العربية وهما كانوا اربعة ايوه فلقيتهم كلهم نزلين وحالت لهم بطب خليكوا زي ما انتم كده وانا هسلم عليكم روحك تجنن يا روحي يا روحي يا روحي انا مرسوطة بيكي جدا حقيقي يعني انتي ليكي شخصية على الراديو متىالي ان الراديو اهم حاجة فيه انا كان ليه تجربة شخصية في الراديو على نجوم اف ام بيت العز الراديو مش محتاج اي حاجة غير قوة شخصية اداء سرعة بديها واحد ودور بالضبط لا هتعملي له اي حاجة اللي هتعملي بقى الشوية دول بس بعملهم برضو ما بقدرش انزل كده ام مغربش ولا الحاجات دي خالص فهو بيبقى بس الصوت والصدق ننصد وبس والهوى فانا فرحانة ان انتي بتعملي الشغل ده على الازاعة 99 طيب سالي كده بتكوينها الاستراتيجي ده مارد لا مقصدش حد يطول حد يطولي بقى طويل يعني يعني يا جماعة انتو شفتوها قاعدة لا او لابسك اعمل او لا بكها لابسك اعمل اميلي اميلي لا انتو شفتوها قاعدة اتفرجوا عليها وهي واقفة لا تعمليلي كده وكده او اطول عدو 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 لا تعالي بس احنا معنا الكاميرا دلوقتي بصوا بقى شوفوا سالي عبدالسلام اهي شوفتو طولي طب اقولك ازاي ما مراجوة انت كده هزتي 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 سالي دي لا بصوا بقى لما سالي دي ها حدها تتجوزة نمر واحد يجب يكون اطول اه انا دايما بروح تبقى جميل زيك؟ لا، الراجل ليس لازم يكون حل، يجب أن يكون راجل يجب أن يكون راجل، ليس لازم يكون حل ممكن يكون أصلع؟ عادي جداً، ولا تفرق لي إنه ستايل، سأخذك أنا أحبه هو، فليس لا أرى شكله طيب إحنا لا نرى شكلك، ممكن أن أخذ الشبات الشعر دول أحبه مننا شوية أيوة، وريني بقى شكل يا سلام، شفتوا دي، شفتوا دي طيب، دلوقتي هو، فريد أنت حبتي واحد أصلع هتحبيه؟ ها، طيب، بكرش؟ لا، عادي، ما بتفرق ليش، ما أنا كنت تخينة وبكرش يا شو يا خادي؟ أه، أنا خصة حاجة واربعين كيلو دلوقت ها؟ والله، ها، وخفت الدم دي جاتني شوية؟ لا، روح يا عادي، ولا يجرمني بعد كثير خلاص، دي كانت تخينة بقى كانت تخينة وخلاص كانت تخينة وبكرش، أيوة يعني فيه آمل إن شاء الله فيه آمل لأي حاجة؟ فيه آمل دايما، وبعدين فيه حاجة كمان أنه يعني أنا كنت فاكراً هو لازم يبقى أجمل منك لا، أنا أخد الحنين، أخد اللي دلعني وأدلعه أخد اللي أخد باله مني، اللي أنا أبقى أول واحدة في حياته ويبقى شايفني ملك الجمال الكون بس، مش عايزة منه حاجة أهل بس دوس حيبك ممكن يبقى زيادة على أي راجل ليه؟ لازم يقعد من الشهر عشان يقعد يدلعك ما يعود لي في الهانيمون يدلعك جداً يا ناس، مش معقولة كده يقعدني في الهانيمون بعدك هنشتغل، خلاص طيب، نخش شوية بقى على أن أنت إن شاء الله بإذن الله لما تتجوزي، ولا أنت أضربتي لا، ناوية تاني، في خطوبة قريب بأكسكلوسيف ليك، بس مش أيلة لسه خالد بس مش أيلة لسه خالد بس خالد بقى إكسكلوسيف أيوة نارجة بس بقى لأي حد الرجالة اللي قاعدين الطوال والسيارين ومرة دي مش هقولها تنيلت، هقولها تطبيت ووقعت خلاص لأ، وبرضو هقولي تطبيت ووقعت آه، ليه بس الأنفال دي؟ تشنكلت كده، تتخذت ليه برضو تشنكلت دي؟ عشان ما كنتش عايزة ما تقولي على طول أنا حبيت أنا حبيت أيوة كده، تدلعي شوية قال أنا تشنكلت ووقعت أنا تشنكلت ووقعت لأ، ما بعرفش، ما بعرفش، ما بعرفش، أبقى كيوت قوي كده يعني بس تدلعي؟ دي أنا بدلع مستمعين، مش هدلع ده ما أنا بقول كده لأ، عشان المستمعين مش معاكي بس ده هيبقى وقفلك قاعدلك كده لأ، هدلعه، بس أنا عندي حاجة أنه نفسي اللي عملها في مصر، كل واحد يكون لي مساحته يعني هي تديله السبايس بتاعه واخد إيه يعني ما ينزل مع أصحابه يلع بلاي ستيشن، مالك يا موم؟ لأ، تقعد تخرجني، لما هو هينزل يوم؟ يعني ما يقعد مع القهوة مع أصحابه لا، الستاتت دايماً عايزاية أقعد لها لا، أنا هكمل بقى، ما هي بتديلك ده وبتاخد هي برضو ده هتنزل أنت بره تعودي على القهوة تشييشي مع أصحابك لا، هخرج، هروح أعود مع أصحابك لا، خالص، هروح أعود مع أصحابي في بيتها بزم المطهودي، مفيش كافيهات، مفيش شيشة، مفيش بنخرج، بس ما بحبش شكلها قوي، بس مش ضدها شكلها، شكلها صعب والنبي، البنات ما تزعلوش مني، شكلها مش حلو يعني ساعات أعدي كده، وقال إيها، لو تطلع من مناخيرها لا، لا، دي معلمة أدارة أه، أروح، من العربات ورايا تزمر بقى بقى، أنا بقى ونتي عادة ببصي، ها؟ اه، أنا عادة بتفرج بس أنا ضد حاجة بقى واستنى، استنى، دي بتاخدهم كمان لجوة، ها؟ لستي، يلا خلاصين عايزة أقامش حاببتي خدي النفس عشان تفوقي بلا ما تموتي لا، أنا ضد حاجة أنه مجتمع دايما يقول لك يا ماما نجوة يقول لك أنه الولاد لا، يشربوا عادي وبنات لا لا، هي حرام للاثنين وغلط للاثنين أي أنا ضد أن أنا دايماً عادة أقول بلاش البنت لا، أنا بميت راجل يعني دايماً كان بيتقال أنه أتقال قدامي تشبيح له قوي قال لك برّ البيت إحنا رجالة جوة البيت رجالتنا رجالة يعني أبقى واخدة بالي من كل حاجة بس زيك زي أنا نفسي غير المجتمع بس مش هيحصل تتكلمين أنه دايماً البنت مفروض عليها حاجات وراجل مش مفروض عليها حاجات أنا مش بكلم في تأخير أو صحر أو أو دي عشان دواعي أمنية مش بس دواعي أمنية هي أصول أصول وبتيجي يعني بتخرج معاك من تربيتك وويلتك صح، بس مش يبقى هو حلالي حاجات زي مثلا المجتمع لما بيضحك على الراجل الخين ويقول لك نزو إيه يعني؟ خونتك ما تسمح، بخش أو بيخش بقلب جامد تعالي يا بجح تعالي يا خود أما أقولك لا هي مش كده يعني دايماً المجتمع بيدي صلاحيات للراجل أكتر مثل تلك أصنع الراجل إنتي في رأيك أن أنت تعرفي أنه خانك وتوجهيه ولا تعرفي وما توجهيش عجبني مثل حلو جداً فرنساوي بيقول لك إيه؟ الانتقام لابد يعني هو طبق لابد أن يقدم بارداً لا، هموتك بالبطيط وأنا أبقين لك ليه أنا عرفت خلينا بقى نلعب إحنا الاثنين أه؟ وبعدين كل شوية تعملي أبديت بقى وتسألي لأ يعني لو بحبه قوي تعرفي وبتحبي طبعاً بحبه قوي تخلني يواي على الوحاشة هتعملي إيه؟ ممكن أرجع بس بعد انتقام يعني هنقدمه على اللحظة اللي أعمل فيها كده دلع بقى للصبح بقى يكلمني ما أردش مش عايزة أرجعلك مش عايزك تدلعي عليه بمعنى أن أنت لحد ما أرجع تاني بس ما كنتش عايزة أقولك عشان ما أتخنش ولا حاجة هموتك لا لا هو يستجري معقولة ده لسه يا دوبك ده هايخطب هايخطب عشته لأن متهاية للخيانة دي بتيجي نتيجة حاجات أنا في رأيي أنه بتبقى برضو جاية مع الأصول أو التربية أن الراجل له كل حاجة يعمل اللي هو نفسه فيه وفي نفس الوقت تعديلك بقى عشان بيعمل اللي نفسه في دي أيوة أيوة عدلت خلاصة ما عجبتنيش فكرة عجبتيش حاببتي هو فعلا المجتمع عاوده أنه هو فعلا يعمل كل حاجة عاود الإبن كده أن أنت تعمل اللي أنت عاوزه إنما البنت لأ البنت أزكى وأقوى بدعفها آه يعني أنا حاسة أن هي ممكن تبقى هي الحكومة يعني نقدم مين الحكومة هي الحكومة طبعا يعني الست هي الحكومة هي اللي بتعمل كل حاجة هي بتعمل كونترول في كل حاجة امشي عدل تحتر الحكومة فيك امشي عدل عشان ما مش جيدة امشي عدل امشي عدل كويس بس اللي أنا أفهمه برضو أنه عارفة البوتجاز لما الأنبوبة تخلص ما بتولعش فلازم تغيير الأنبوبة دي أو يبقى فيه جازي كويس قوي برضو اللي هو المواد ده والحب ودول بيجوا بالتدريب انت لو بطلتيها وانسي انك بطلتيها ستات كتير قوي بتبطلها يا عم انت في ايه ولا في ايه ده انا هل كان معلى الولاد ده انا مش عارفة ايه طالما هو راجل كويس ومحترمها ومقدارها ليه هي ما تحاولش اكتر ده غلط انا نفسي نوعي احنا وغديدي المركز الاول في النكت بسم الله ما شاء الله وعن جدارة او الله العظيم الستات المصرية اعملت حلقة في جماعتهم ورقة متوحشة اه مبقيتش احنينة بمعنى لو تفهم ان الراجل ده بيبي كبير وبيغير من ولاده على فكرة الراجل بيغير من ولاده عادي جد بيغير من اي حد يكلم مراته بتاعتي انا المالكة بتاعتي انا ايه صح فلو تفهم ان هو زي وزي الولاد ومحتاج حنية ومحتاج لما يبقى ضعيف تعالى عاية في حضني اه انا اللي معاك ما بيعملوش كده ستات ما تطعمش كده تريد قصة هو الراجل طب هو الراجل راجل ده برضه محتاج دلع وحنية ورقة وموادة ورحمة تفهم لكن لا يوجد أبيك بيبي. هو بيبي كبير. أبيك بيبي. أبيك بيبي. أخي يقولك أنا بيبي. بيبي إيه؟ همان سمعت عني يا بيبي. لا يعني هو الفكرة كمان أنه أنت حتخشي بـ يعني كونسبت أو حاجة في دمارك. أن أنت المرأة المتوحشة. طلقة على الطريق. أنا كنتش فاهمة أن حكاية طلقة دي اللي هي طلقة. أنا كنت باكرة أن إيه واحدة طلقة يعني. ما نعمل هي أصدروا عني. طب أولادك يقول لهم إيه؟ مانتك كانت طلقة على الطريق. كانت طلقة على الطريق. قلت لهم جات كده يا جماعة. بيتاخد عني مع بقى الهيئة اللي أنت فيها دي. فبيتاخد أن هو ممكن أن الرجل ما بيحبش الست تبقى. القوية. قوية. ما بيحبش الست تبقى مشهورة. وأنا اللي جاي أتكلم ولا أنت اللي هتتكلم. قولي بقى أنت هتجي تقولي قولي. لا ما ينفعش أتكلم. لا دي حقيقة. أنا فتحت السكة دي. قولي بقى. إنه فعلا الراجل بيخير بس مش الراجل اللي وثق من نفسه. أشباه الرجال. أنا ما شوف. لا مسماش أشباه رجائي. بيتلزق في رجولة. ما هي دي بتلزق كمان. خلي بالك بس على. يعني ملاش أشباه الرجال اللي تلزق. ملاش أشباه رجال اللي تلزق. لأنه يكون يعني عنده فهم يعني خطأ في الفهم. بس ما أنا لما أقوله كده. هو هيتصلح. يعني أنا بقويم. بقويمه كده. بقول له يعني أنت لما تبقى شباه رجال فأقولك لا أنا راجل. فأرحاله أنت راجل. آه أنت تبقى. شوف تبقى. شوف تبقى دي حاجة تانية. آه. لا أنا قصدي أن الراجل اللي يخاف من الست القوية. يبقى غلطان. لأنه ممكن في وقت من القواعد تكون دي جيشك الوحيد. هي دي اللي أنت هتحارب بيها بس. هي دي اللي هتبقى سندك وظهرك في الدنيا. هي دي مش هتكلمك في كل مشكلة. أيها حبيبي. أنا عجلة عربية تنام. ما أقدرش. البنات دي ما يفعش بأصحابي حتى. أنا بحب بنت المعتمد على نفسها. بنت القوية. يعني العجلة تنام تنزلت غاري. لا. هقفوا حدا هي غاراني. طيب بقى أنت هتعاجي تقولي لي أنها ربيا. أنا مش عارفة حاجة. أنا مش عارفة حاجة. لا يعني هتصرف 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 هجيب سواق تاكسيم الجمال اللي عندنا أنا بحبهه جدا. حلوة. يعني الراجل هو اللي هيساعدك. حدا هيساعدني. بس مش حاجة معه دعاية في التليفون. اللي هيلبي عياتهم مش عارفة عن مين. آآ 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 بس في حاجة مهمة جدا يا سالي. أنه أنت بقى من نوع اللي ما تقولي للراجل. ده أنت ضعيف جدا. قولك لا إزاي. ده أنا قوي. أنت قذك كده. يعني أن أنت تسخني يعني أنه. ما هو ما تضرب ما هو. أنا هعمله كده يقولي أنا بقى وريك أنا قوي إزاي. خد يا مولك. طيب. بس هابد في الأنترية. أستفال إيه. طيب إذا الموضوع برضو له. أنت ماشي على الحبل. لا أنا بلعب كل الألعاب. يعني الرجال بتزهق بسرعة. لعبت كل الألعاب. لعبت كل الألعاب بيش فعلا. الرجال بتزهق بسرعة. ففعلا عايز واحدة كل الشخصيات. ما رجالة انت خطبت كثير؟ لا هي مارة. أنا عندي ثلاثين سنة هون. وقربت عشان المجتمع ما يقولش أن أنا عنست. أنا بعترف. أنا حاسة أن أنت تحب أن أنت تبقي عانس. لا خالص. والله. أنا ما أقدرش أنه أعيش من غير أولاد. بس بقى عندك اللي هو الفريند زون. فيه حاجة طلعت كده اسمها الفريند زون. الفريند زون؟ لا أنا لا أعتقد بها. أنه صحابي بقى الأولاد وكده. لا. لما هو هيجي يقول على واحد فيكو لا هيبقى هو لا. أم عارفين. يعني عندي صحاب كتير. أولاد وبنات من أيام مدرسة من أيام الجامعة. مستغناش عنهم. بس لو حد منهم هو شايف أنه ما ينفعش. لا. هحترمي. ده رجلي. ده جوزي. انت تتكلم في ايه؟ فلا. من خلصت. فعشان كده لا. أنا مش عايزة عيش لو واحدي. بس عايزة حد يفهمني. طيب احكي لي احنا دلوقتي يعني نبارك لسالي. انها اتجوزت. وعندها بيت. وعندها زوج. وهتقول له ايه؟ هتقولي له ايه؟ اقول له. انا وصي كسابت زي. او شخ مارلو دره بخدر. ولا بقى نفعها المية خمسة وسبعين. ولا لا. ولا المية وتمانين سنت. اقول له. ربنا يخليك لي. وتفضل سندي. وضاهري. ورجلي. وابو عيالي. وأبقى أنا فخورة بك. قبل ما انت تبقى فخور بي. ما عملش حاجة تضايقك. وحافظ عليك على قد ما اقدره. ما اندخلش حد في مشاكله. يا سيد. جاين. احلى تحية لعبد السلام. شكرا يا حبيبتي. اوصل له والله. يا عب سلام. يا عب سلام. هي كلمت على فكرة بالإزاع. شاليا عب سلام. تشرفنا. شكرا يا نونو.